بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد أتمنى أن يكون شيئا ابقوا معنا وتابعوه للنهاية تمكن لعب المنتخب المحلي سابقا ولعب الطائحالي أمير سعيود من تسجيل هدف في خسارة فريقه ضد أبهى بهدفي لهدف في استئناف الدور السعودي سعيود وإن سجل هدفا جميلا إلا أنه لم يترك أثرا في الإعلام السعودي حيث غطت مشاكله عليه أمير وبعد أن سجل الهدف قام بعمل أرعى بوصف السعوديين حيث تعرض لطرد مباشر بعد أن اعتدى على لعب أبهى من دون أي داعي سعيود تسبب في خسارة فريقه بشكل مباشر كما أغضب منه الأنصار والصحافة لأنه بقي يحتج طيلة دقائق ورفض الخروج وهو تصرف أغضب الرئيس أيضا حيث نزل من المنصة لغاية خط التماس وطالب سعيود بالخروج حتى أنه صارخ في وجهه مع بعض الإيماءات بيده أدلى أرني سلوت مدرب نادي فينورد الهولندي بتصريحات إعلامية تكلم فيها عن النسف الثاني من الموسم وفترة التحضير سلوت سئل عن مركز الوسط الدفاعي وعن تدعيمه في جنفي مدرب فينورد معروف عنه أنه مولع بزروقي ومصر على ضمه لكن بحسب تصريحاته يبدأ أنه قد تخلى عنه حيث قال صراحة أنهم سيحاولون البحث عن حلول من داخل الفريق أو حتى من فريق الشباب في إشارة واضحها إلى أن النادي لن يدخل السباق مجددا على زروقي أو على الأقل هذا ما عشر إليه موقع 20 Insight يشار إلى أن الحصول على زروقي كان صعبا من البداية وإدارة فينورد أقرت بذلك في الصيف ويبدو أنها لمست الأمر مجددا في الشتاء الحالي لذلك قررت الخروج مبكرا من السبق أشار التقارير الفرنسية إلى أن لعب الخضر أدم الناس قد استأنف العمل مع بقية زملئه في ليل والناس كان قد غاب عن بداية تربص الفريق في مورسيا الإسبانية وهذا لأسباب وصفت بالخاصة الجزائر يكون قد التحق يوم أمس بتربص الفريق وبدأ العمل ليكون جاهزا للقاء المقبل وهو الأخير في الفترة التحضيرية الصحفة الفرنسية قالت أنه الناس سيكون جاهزا للقاء الأربعاء والذي سيكون خاصا جدا بالنسبة له حيث سيلاقي نديه السابق نابولي والذي لعب له لخمس سنوات كاملة والناس يكون قد رفض تفويت اللقاء وأصر على تسريع عودته بدون أدمشعك يشار إلى أن اللقاء مقرر له أن يقام في نابولي وفي ملعب ديوغو أرماندو مارادونا بعد الخسارة ضد بيزيكتاس في أول لقاء عاد أدم زرغان ونذير بنبولي وبقيت زملائهم في شارلو روالي الخسارة من شديد في ثاني اللقاء ودي في تربص التحضير الذي يقيمونه حاليا في تركيا وذلك بالسقوط ضد رانس بثلاثة أهداف نظيفة خسارة شارك فيها زرغان كأساسي ولعب الشوط الأول ومنبولي كبديل ولعب الشوط الثاني مع تقديم مستوى جد متواضع أصعف البلجيكية عبرت عن عدم رضاها الكامل عن التناء الجزائري وبقية الفريق بعد الكشف عن قيمة الراتب السنوي الذي يتقضاه صوفيان فيغولي في فريقي الحالي فتح قرى جمرك والمقدر ب700 ألف أورو فقط وفي ناديه السابق جالاتا صراي والمقدر بـ 3.8 مليون أورو تكلمت العشرة من التقارير عن القيمة الهائلة التي كان يتقضها فيغولي في جالاتا صراي المدير الرياضي للنادي السينيك أورغون اضطر للخروج والكلام خاصة بعد الهجوم القوي عليه وهو الذي تعاقد مع فيغولي أورغون قال أنه فعلا قدم هذا الرقم لفيغولي لأنه ببساطة لم يكن قادرا على جلب نجوم كبار في العام 2017 حيث كان نجوم الكرة في الدورية الكبرى يرفضون اللعب في تركيا وعن الدلال الذي كان ينعم به فيغولي قال مديره السابق أن كثير من الأشياء التي قيلت خاطئة ومن بينها وضع سيارة ليموزين تحت تصرف صوفيان حيث قال أن النادي يملك سيارة ليموزين فعلا لكنها لم تخصص أبدا لفيغولي أنهى نادي بيزيكتاس التركي تربصه التحضير في مدينة أنطاليا تربص كان ناجح بحسب المدرب سنول جونيش هذا الأخير سئل عن وضعية بعض لاعبه المصابين ومن بينهم غزال جونيش قال أن غزال يتعافى بشكل جيد وقد قام بعمل كبير في تربص التحضيري حديث مدرب بيزيكتاس عن تعافي غزال بشكل جيد وعمله الكبير لم يغير تاريخ عودته بحسب المدرب نفسه حيث كشف أن تاريخ عودة غزال لم يتغير وهو نهاية فيفري يشار إلى أن مدرب بيزيكتاس استحب غزال تربص أنطاليا بالرغم من إصابته حيث قام بتخصيص برنامج تدريبي كامل من أجل تسريع تعافي يبدو أن ما تحدث عنه الإعلام الإيطالي طيلة الأسبوعين الماضيين سيحدث فعلا حيث كشف التقارير إيطالية اليوم أن وكيل أعمال جزائري إسماعيل بن ناصر قد رسم موعدا مع إدارة ليفر بول من أجل درسة إمكانية تعاقد مع لعبه موعد اللقاء سيكون بنسبة كبيرة في الأيام الأخيرة لشهر ديسمبر الحالي لكن لم يحدد له مكان لغاية اليوم ولأن المصائب لا تأتي فرادة فقد أشار التقارير إيطالي أخرى لمصيبة جديدة على رأس ميلان وهي التي كشفت أن وكيل بن ناصر ضرب موعدا مع نادي إسباني أيضا لأجل دراسة مستقبل اللاعب التقارير لم تكشف عن اسم النادي لكنها كشفت أن المفاوضات ستبدأ من أربع ملايين أورو كاراتب سنوي وهو بالمناسب الراتب الذي ترفض إدارة ميلان تقديمه للجزائري ما يعني أن مجرد الجلوس والتفاوض قد يعني ضياء بن ناصر الحديث عن نادي إسباني يريد بن ناصر لن يخرج بكل تأكيد عن ثلاث أندية وهي قطبي إسبانيا عن ريال والباسا وأيضا الفريق الثاني للعاصمة أتليتيكو مادريد لأن بن ناصر بكل تأكيد لن يقوم بتبديل ميلان بنادي أقل مستوى كأندية الوسط في الليجة في سورة فياريال إشبيليا وريال بيتيس وشاكلة إعا موقع ميلان لايف أعد تقريرا اليوم أيضا عن مستقبل بن ناصر وقال أن كل أسبوع تتأخر فيه الإدارة في التجديد تجعل اللاعب يبتعد خطوة وخطوات وفي حال التقى بمناجرة الأندية الآخرين في إسبانيا وإنجلترا فإنه بكل تأكيد سيزدد قناعة بالرحيل لأنه سيحصل منهم على عروض لن يحلم أبدا بها في ميلان لم يتمكن لاعب الخضر نابير بن طالب من إتمام لقاء فريقه الودي لدى أسار يوم أمس حيث تعرض الإصابة بعد تعرض لتدخل خش جدا من لاعب الفريق الخصم بن طالب ترك مكانه مباشرة في الدقيقة الثالثة والثلاثون حيث لم يقع على إتمام الدقائق الأخيرة من الشوط ولا يعلم إن كان خروج بن طالب احترازيا أم أنه فعلا تعرض لإصابة خطيرة الجزائر يكون قد خضع عشية اليوم أو ربما غادر الإثنين لفعوصات في مقر تربص الفريق على أن تتبين خطورة الإصابة وطبيعتها ومدة الغياب إن استلزم الأمر ما زالت مخلفات الخسارة القاسية لاجتوى بخارس ضد الغريم كلوج تضريب النادي من أورزها حالة الغضب التي يتواجد عليها الدولي الجزائري بلال عمراني عمراني وبعد أن تم إخراجه مرة أخرى بين الشوطين عبر عن غضبه لكن ليس كالمرة السابقة حيث كشف التقارير الرومانية أنه قرر الرحيل نهائيا وأمر وكيله بضرورة إيجاد فريق له في جنف المقبل وقبل قرار عمراني بالرحيل كان قد تعرض لصدنة قوية حيث نشر التقارير الرومانية تصريحات جديدة لرئيس الفريق جيجي باكالي والذي أكد تسريحه لعمراني بنهاية الموسم حيث قال أنه لم يقدم أي شيء لمساعدة الفريق وقدم مستويات ضعيفة جدا وسيطرده من الفريق عطفا على ذلك ولكي تلتقي عفوا كل المصائب على رأس عمراني أدل المدير الرياضي لنادي كلوج بوغدان مارا بتصريحات تكلم فيها عن الصعوبات التي يجدها لاعبه السابق وأيضا الحديث الكبير عن رحيله بوغدان مارا أكد أن عقلية عمراني صعبة وكان متأكد أنه لن ينجح في اشتوى بوخارس فرغم أنه قال أنه لعب مميز لكن يجب التعامل معه بحذر وإلا فأنه لن يقدم أي شيء وهو ما حدث بالفعل في اشتوى أعد قبل أيام موقع لوبتيلولواء الفرنسي المقرب من نادي ليل استفتاء لأصار النادي سألهم فيه عن رأيهم بخصوص قرار الدول الجزائري حكيم زداد كابر رحيل وهل تسرع في الأمر أم أنه اتخذ القرار الصحيح الموقع السابق نشر نتائج هذا الاستبتاء حيث رأى الغالبية أن قرار داد كاب بالرحيل كان قرارا صائبا فرغم أنه نزل بالفريق قبل ست أشهر فقط إلا أنه لم يحصل على العدد الكافي من المشاركات ورحيله للعب في أصار للحصول على وقت لعب أمر عادي لكن في مقابل ذلك عبر بعض أنصار ليل عن حزنهم بسبب هذا القرار هؤلاء رأوا أن الزداد كتسرع كثيرا في الرحيل حيث كان من الواجب عليه الصبر والقتال لأجل مكان أساسي إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم شكرا شكرا